السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقاء الجباب رساية مرسيدس ومختار والخواجئ قاعدين مع بعض ومختار بيقولهم المرتضى بقى معاهم وهو مهم جدا وطبعا رانيا بعليتها وانفوزها مهمين جدا وهو قدر يوصل للمكان اللي كانت فيه رانيا وسكينة مع بعض في اخر مرة شريف مسك في زين وعملوا خناقة كبيرة جدا بسبب الفلاشة اللي بيسجلها لهم وقال له اي واحد في مكان يلازم يعمل كده ويأمن نفسه من غدروكم وانا فعلا ما كانش عندي فلوس وانت اللي عملت كل حاجة وما كنتش احلى ما تجوز رانيا بس بظروف اللي احنا فيها دي لازم كل واحد يأمن نفسه لو انت ما كانت هتعمل اكتر من كده ريجا راح عند عربي عشان عربي الوحيد اللي ممكن يوصله رانيا وسكينة وفي الوقت دوت اتصل بي سيد مرسيدس وقال له ان ريجا عايش وانه اكيد هيعدي عليه وعارف قد ايه انه هو بيكره ريجا فلازم يبلغ عنه فقال له تمام قال له بستيبعت رجالتك بسرعة عم طبعا ريجا مسك فيه وقال له انت عارف انت لو جبت سرتي هعمل فيك ايه قال له عارف عارف انا استحال اجيب سرتك طبعا رانيا وسكينة بياخدوا واجب الضيافة وطبعا بيعودوا مع الاثنين الضرائر وبيستغربوا بيقولولهم انتو عارفين انتو لو في امريكا جوزكم دا يتحبس ماينفعش يتجوز اتنين قالولهم احنا صحاب من صغرنا وما فيش عايزين حد يفرق ما بيدنا لكن لو اتجوز غيرنا هنخلص عليهم كله جميلة رجبة عربية وابن شريف بيتخطف من العربية رانيا وسكينة بيعودوا مع الكبيرة والكبيرة بتقولهم انه هم في حمايتها وانه هم هيدفع عنهم لاخر لحظة بس طبعا دا مش عشان خاطر سواد وعيون رانيا وسكينة لا طبعا عشان الخدمة اللي قدمواها لهم من الاصار ريجة بيروح البيت بيلاقي حد بيكهربه في اذاب الالكتريك وبينزل يقع في الارض الكبير بيقرر انه هو يساعد رايا وسكينة على الهروب وبياخدهم في عربية بسترانيا بتقول مش هافضل طول عمري كده هربانة والتانية بتقنعها وبتركب معيها وبياخدهم على قوضة محدش يعرف طريقها ولا حتى الحكومة ذاتها والكبيرة بتيجي هناك مرتضى بيكلم شريف وبيقوله ان ابنه عنده وانه هو في الامان لحد ما الشحنة توصل وانه هو عارف انه هو كان ناوي يبلغ عنه جميلة بتسأل شحنة ايه وإعلقتنا ببرتادة ده اصلا وردوة بتتهم شريف انه هو اللي دخله في حياتنا وانه هو لقى الان على ابنه كده مع انه كان هامله وسايبه معمراته قال لها كان في الامان معيها لكن دلوقتي لا وبعد ما رانيا وسكينة استكرروا في المكان اللي حدده لهم الكبير الكبير بيجيله تليفون التليفون بيقوله ان رانيا وسكينة متهمين في عدة من الجضايا ومنها التهريب والسلاح والأثار والتنقيب والجتل وسرجة العربية طبعا رانيا وسكينة الساعدة مش سيعيهم وانتهت الحلقة على كده اتمنى الدعم باللايك والشترك